طيب احنا رجع لنا ثاني على تريفون كابتن محمد يحيى المدرب العام للفريق الاول لكرة اليد بالنادي الاهلي كابتن محمد بجدد التهنئة لحضرتك وليس انا وانت طيب ومليون مبروك لانجاز الكبير كنا بندردش مع كابتن اسلام عن ملابسات المشوار اللي انتم مشتوه لغاية لما وصلنا في الاخر للحظة التتويج اولا مليون مبروك تانيا تحب تقول ايه لكابتن اسلام وكابتن اسلام يحب يقول لك ايه وانتم الاثنين منورنا علىها وتفضل يا كابتن والله يعني عيد الحلاثة تانية ربنا يا بارك حضرتك ومشكل جدا لحضرتك اه يمكن كنا وقفنا عن حتة اننا بقول حضرتك هو سعلا كأموسم صعب جدا وشاط يعني يمكن كابتن اسلام كان لسه بتكلم في الجزئية دي ان انت كنت تبني جيل جديد للنادي الاهلي بيهجمع بين الخبرات اللي موجودة زي كابتن اسلام وكابتن مصري وغيره من اللاعبين الكبار ولعيب معدل عمر السنية بتاعتهم صغيرة هم صغيرين سنا هلقين كبار جدا فنيا وزي ما كانت بتكلم كابتن اسلام على شخصياته وشخصيات قوية انت كنت دايما في تحدي دائم ان انت عايزت اعمل جيل كبير وكانت مهم جدا جدا لنكسب ده عشان يدخلهم ويديهم حافظ كبير اوي في البطوات اللي جاية يمكن عايز اقول لكابتن اسلام يمكن هو هيفتكر للمكالمة دي انا بعد من وراء اول ممشينا كان اول مكالمة لكابتن اسلام حسن وكنت قلت له انا ببارك لك على الكاس وببارك لك على روحك اللي موجودة النهاردة في بلات النهاردة لاني فعلا كان عاين بدور كبير جدا 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 من اللاعبه ازاي كان عندهم اسرار ازاي كان عندهم تحدي ازاي بعد من ورات الدوري كنا يا ربنا ما وفقناش في مطش الدوري نهاء الدوري ازاي ادري لم الفرقه ازاي يتكلم معهم نفسيا ازاي يأهلهم نفسيا ان انت ادخل بطولة بعدها ثلاث ايام تاني بطولة مهمة جدا جدا فاشتغل على العامل النفسي مع اللاعبه هم في الغرف المغلقة العظيم كان ليه دور قوي جدا جدا ممكن كان اسلام اتعرف برضو في المطش السيما فينال لاصابة بسيطة كده في رجله عايز اقول حالك كن نفيد القاعد بايت لغايت الصبح تاني يوم بيامة جاعتها على رجله عشان يلحق يكون موجود مع مع الفيق لكن انا روح تسألته برضو قبل قبل بداية المجارة قادر شهار قال لي انا عادل مجرد حتى كان فيك كلمة بيني وابينه كده على البنش احنا قاعدين بقول له ايه الاخبار قال لي انا نزلت جوه الملعب بفيت اي اسابة اللي هو كان فيها دي والاسرار اللي كان فيه ان هو يقدم حاجة لجمهور الجهاز الاهلي وللعبته للجهاز الفني وبجد بشكره على دوره اللي قام به مع الفريق وكان ليه دور كبير جدا جدا هو فعلا يستحبت ان هو فعلا كابتن فرقة مش انا اللي بزايد عليه اقول له كابتن فرقة طبعا بس اقضي فيه يعني هو يستحقق عن جدارة يعني ان هو كابتن فرقة ليه دور قوي جدا جدا وسط اللعيبة طيب كابتن نياحي طبع المساء الخير والف مبروك مرة ثانية عندي بس سؤال يعني مرتبط بالكلام اللي حريك قلته فكرة الشق النفسي حضرتك بتعتمد على ايه علشان يعني ترفع من روح اللعيبة معنويا بعد خسارة هل حريك بتركز على الاخطاء هل حضرتك بتلجأ للوم ولا بترجع بتلجأ للتشجيع يعني ايه الثقافة المتبعة اللي ان تأثيرها كان على الارض اكثر من رائع بصراحة هي بتبقى مراحل يعني هي وقعه ما ينفعش بعد الهزيمة اللي هي هاته نهائي الدوري ما ينفعش بتتكلم في اخطاء اه على طول يعني لازم الاول اه عالج الناس دي نفسيا ادخل اللعيبة في جو البطولة تاني اه اكيد بعد كده بحالة بعدها بنتفرج على على اخطاءنا في المباراة اللي قابليها او بنشوف ايه اه السلبيات وان ايجابيات اللي بيشتغل عليها ولكن كان الاول بدأت حتى من اللي كانت يحمود الخطيف بعد ووراة الدولة عطولوا تكلم مع اللعيبة ما كلمهمش باخطاء على قد ما اتكلموا ادهم الحافظ النفسي وقال لهم شخصية البطل اه مش مشكلة تخسر اه بطولة النهاردة انت بتعمل فريق علوم جرانو اه مستقبل لنادي فلازم تركزه بطولة اللي جاية ولازم تقدمه بطولة الجمهور النادي الاهلي والنفسيكو احنا اشتغلنا اول على العمل النفسي ممكن عادنا اتكلمنا مع اللعيبة كتير كابتين طاري محروس قعد ممكن انا عادت مع على العيبة كتير بحكم برضو اربي من اللعيبة يعني اتكلمت معاهم بحاول اخرجهم من العزيمة دي وبقى دايما في حافظ قدامنا اه ان احنا ناخد جتوبة تانية يعني فاشتغلنا على العمل النفسي الاول او على الحالة النفسية للعيب بعد كده قابل من وراها اشتغلنا بقى على اخطاءنا ورا اللي قابليها وايه السلبيات اللي موجودة في فري المنافس اللي اللعبه ايه الاجابات اللي عندنا لازم نتوارها اه قعدنا معاهم اه الجلسات ومحاضرات في الكلام ده اه ولكن عايز اقول لحضرتك برضو مهما كان الجهاز الفني على مستوى اوضار 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 الموقف بشكل عام بشورة كويسة اه سبقيني دي بجد اللعيبة لو ما عندهاش الاسرار ده وما عندهاش الحافظ ده وما كانت في تلعب بالقتالية دي اه ما كناش اه ادرنا نحقق اي نجاح ولا قادرنا نطلع نفطول تلكاس او او ندرنا نعدي بالمباراة اه يعني فعلا انا باشكر كل اللعيبة باشكرهم لعيب لعيبي والجهاز الفريق اه فعلا لو ما كانش عندهم الاسرار والعامل النافس ممكن اي جهاز تاني بقى عراية بقى من لعبته بيشتغل وبيجتهد في كل اه الاسباب اللي ممكن او اهداف النجاح ولكن في الاول في الاخر اللعيب هو اللي بيقدي الكلام ده هو الملعب فاللعيب لو ما عندهاش الاسرار والحماس والروح القتالية دي فعلا ما كناش هنقدر ننفس كل اللي احنا فكرنا فيه فهي منظومة واحدة اللعيبة عادتنا بشكل قوي جدا جدا الجهاز التاني اهو كان دي دوره طبعا بس في اللعيبة انا مشكورهم لعيب لعيبة على الروح اللي كانوا فيها دي ومخصه طبعا كابت الاسلام عشان ما نغورنا ومجبوز مع حضراتكم يعني فعلا اللقصة اللي جاته دي هي طلع من قلبه لان فعلا كان نفسه يحقق حاجة لنجي الاهلي والجمهور الناجي الاهلي يعني هي دي روح الاهلي فعلا يعني ومزيد من التقلق بإذن الله كالتنيحية بنشكرك على المجهود ده بنشكر اكيد الفريق يعني عضو عضو في الفريق شكرا لك مبروك مرة تانية يا سلام اشتركوا في القناة